تحية الوطن تحية جمهورية نصر العربية الطبع الأولى في قناة دريمو هذا أحمد المسلماني يحييكم السلام عليكم واحد وزارتان لحرب الفضاء عالم في خطر الرئيس ترامب قال أول ما وصل للسلطة أنه هيأسس فرع جديد داخل القوات المسلحة الأمريكية الفرع ده أو السلاح الجديد المستقل داخل الجيش الأمريكي هيبقى سلاح الفضاء أو القوات الفضائية الجيش الأمريكي خمس فروع القوات البرية القوات البحرية القوات الجوية زي أي بلد في العالم يضاف إلى ذلك مشات البحرية اللي هم المارينز ويضاف إلى ذلك أيضا السلاح الخامس خفر السواحل اللي هو حرس الحدود يبقى قوات برية جوية بحرية مارينز خفر سواحل أضاف الرئيس ترامب إليهم لأول مرة في تاريخ الجيش الأمريكي القوات الفضائية البعض كان تأديره زي وزير الدفاع ماتيس أن القوات الجوية تبقى قوات جوية وفضائية لأن تأسيس فرع مستقل للقوات الفضائية قد يضعف القوات الجوية إلا أن الاتجاه انتهى على تأسيس القوات الفضائية الأمريكية كفرع مستقل داخل القوات المسلحة الأمريكية وزير الدفاع ماتيس تكلم في البنتاجون قال ده يوم تاريخي بنعلن فيه تأسيس القوات الفضائية الأمريكية وإنه بتكلم مع نائب الرئيس مايك بينس اللي قال إنه بناء على أمر الرئيس نحن بنؤسس القوات الفضائية الأمريكية طبعا ده شيء مبهر جدا جدا إنما هذا الإبهار سرعان ما ردت عليه روسيا السفارة الروسية في واشنطن جات عاملة تغريد على تويتر نزلت صورة وشعار القوات الفضائية الروسية وقالوا جملة واحدة القوات الفضائية الروسية صباح الخير هم عايزين يقولوا للأمريكان إحنا سبقنكم بالقوات الفضائية الروسية منذ سنوات وإذا دلوقتي بتشكلوا قوات فضائية علشان عسكرة الفضاء إحنا أصلا موجودين في الفضاء وعندنا سلاح مستقل هو القوات الفضائية الروسية ما دلالت هذا القرار للرئيس ترامب إن فيه فرع سادس في القوات المسلحة الأمريكية نمر واحد الهيمنة الرئيس ترامب بيقول إحنا موجودين في الفضاء لكن وجودنا في الفضاء ملوش معنى كبير ما لم نهيمن على الفضاء السيادة لنا القوة لنا الهيمنة لنا مش بس الوجود في الفضاء ده كان زمان دلوقتي السيطرة والهيمنة على الفضاء فالقوات الفضائية الأمريكية السلاح الجديد ده هيؤدي إلى الهيمنة الأمريكية على الفضاء نمر اتنين ميدان قتال جديد دايما كلنا عارفين كل الحروب السابقة والحالية هي حروب إما على الأرض وإما في الماء أو تحت الماء يعني على سطح الماء أو تحت الماء صفن أو غواصات يعني حرب بحرية أو حرب برية أو حرب جوية إنما الجديد إنه حرب فضائية إنه حتبقى الأسلحة خارج نطاق القوات الجوية وخارج حدود القوات الجوية ده ميدان جديد للقتال وزير الدفاع ماتيس قال إنه ده ميدان جديد للقتال عشان كده عملنا قيادة قتالية جديدة لهذه الساحة الجديدة للمعارك العسكرية القادمة نمرة ثلاثة ده جزء من سباق الفضاء سلما وأيضا من الناحية العسكرية يعني السباق السلمي والسباق العسكري لأنه حتى السباق السلمي الأمريكان بقالهم عقود طويلة ما رجعوش الأمر مرة تانية هم أول ناس نزدوا على الأمر الروس بيشككوا إنه مدير رواية رسمية في العالم كله أن الأمريكان كانوا على القمر منذ عقود لكنهم لم يعودوا الرئيس ترمبي بيقول نرجع الأمر تاني ودولة تبقى فيه رحلة مأهولة يعني فيها بشر فيها رواد فضاء هيروحوا إلى الأمر في نفس الروس بيقولوا إنها هنعمل قاعدة على القمر وكمان قاعدة قرب القمر ومنها نطلع المريخ فدخلنا دلوقتي في سباق رهيب جدا سواء مدني في العلم والتكنولوجيا أو عسكري في الصواريخ بعيدة المدى واحتمالات نشوب حرب جزء منها سيكون عند الغلاف الجوي والنقطة الأخيرة الإيديولوجيا اللي بيعتنقها الرئيس ترمبي في هذا الصدد أو العقيدة العسكرية للرئيس ترمبي إنه فيه جزئين أساسيين في أي حرب قادمة أي حرب قادمة فيها حرب إلكترونية دي اللي هتحسم وحرب فضائية دي اللي هتحسم إنه بقى المعارك الأخرى مش حاسمة إنما لا يحسن مع الروس أو الصينيين أو مع أي خصمة في المستقبل من يملك الحرب الفضائية من يملك الحرب الإلكترونية من يقدر يشتغل على أسلحة الليزر من يخش على أسلحة التوجيه ويعمل فيه عطب من يوقف الملاحة الدولية من يسقط أكمار صناعية من يقطع الإنترنت عن العالم من يقدر يشوش على كل الأهداف الذي سينتصر في الحرب الإلكترونية الذي سينتصر في الحرب الفضائية هو من ينتصر في الحرب العالمية القادمة إذن تقدير الرئيس ترامب وكذلك الرئيس بوتين وكذلك آخرين كتير من المثقفين والمحللين إن الحرب القادمة فيها شقين أساسيين مش ممكن تنجح إلا بامتياز في المادتين دول الحرب الإلكترونية والحرب الفضائية وقد بدأت أمريكا سلاحا مستقلا للحرب الفضائية وسبقتها روسيا وبين الإثنتين حرب إلكترونية يتابعها العالم عن كثب منذ قليل أو كثير العالم كله في قلق والعالم كله ممكن نجد نفسه مدفوع إلى حرب كبرى قد تستخدم فيها الحرب الفضائية أو الحرب الإلكترونية وقد يكون ذلك تمهيدا لحرب عالمية أو في قلب الحرب العالمية الثالثة لا قدر الله اثنين لماذا تريد اليونان تغيير اسم جمهورية مقدونيا كان في دولة حضراتك اسمها يغوزلافيا أو الاتحاد اليغوزلافي دولة مهمة جدا جدا في منطقة البلقان اللي هي منطقة مهمة جدا وخطيرة جدا في جنوب وجنوب شرق أوروبا المنطقة دي فيها صراعات لا تنتهي إثنيات وعرقيات وقوميات والجماعة دول موجودين هنا والجماعة دول عندهم ناس من قومية تانية خليط من القوميات والأجناس والأعراق والمذاهب صعب جدا في البلقان يغوزلافيا في قلب البلقان أوائل التسعينات انهارت يغوزلافيا وتفكك للتحاد اليغوزلافي ولقينا بقى حروب البلقان حرب البوسنة والهرسك حرب كوسوفو وأيضا استقلال جمهوريات أخرى كانت أقاليم في جمهورية أو الاتحاد اليغوزلافي من بين الدول اللي استقلت بعد انهيار للتحاد اليغوزلافي هي دولة مكدونيا أو جمهورية مكدونيا هي دولة صغيرة مساحتها 25 ألف كيلو متو مربع قد لبنان مرتين ونص العاصمة سماسكو بي وعدد السكان 2 مليون وشوية يعني دولة صغيرة لكنها في مكان مهم من العالم لما اتأسست أو استقلت دولة مكدونيا أو جمهورية مكدونيا حصل احتجاج عند اليونان اللي هي الدولة المجاورة لدولة مكدونيا طيب اليونان اللي هي عضو الاتحاد الأوروبي اللي هي عضو النيتو اللي هي دولة لها تاريخ كبير جدا في المنطقة والعالم ليه اليونان احتجت على مكدونيا هل هو خلاف على بترول على غاز على منطقة جغرافية متنازعة لها على نفوذ في اقليم معين لها اغرب انواع الخلاف في العلاقات الدولية المعاصرة او المشكلات الحدودية المعاصرة اليونان احتجت على اسم مكدونيا ان مكدونيا ما تتسماش بهذا الاسم فقط لا يوجد اي احتجاج اخر من اليونان على مكدونيا اللي ان ليه اسمها مكدونيا فمكدونيا قالت نغير اسمنا شوية وخلوها في الامم المتحدة جمهورية مكدونيا اليوغوزلافية السابقة طبعا اسمه صعب جدا برضو اليونان مش موافقة على هذا الاسم جم ياخدو شعار شمس فرجينيا شعار مشهور في المنطقة هناك احتجت اليونان في مكدونيا لغت هذا الشعار المطار اللي عملوه في العاصمة سموه مطار الاسكندر الاكبر المكدوني احتجت اليونان غيروا اسم المطار من الاسكندر الاكبر باسم مطار اسكوبي كل ما يعملوا حاجة اليونان تقول لا اما انهم يتراجعوا واما ان المشكلة تستمر في مفاوضات محتملة مع الاتحاد الاوروبي مع النيتو اليونان لا مش هتفاوضوا الاتحاد الاوروبي ولا نيتو ولا هدخلوا هذه المنظمة ولا هذه المنظمة ليه لما يغيروا اسمهم الاول فمكدونيا فيها طيارين طيار يقول مش هنغير اسمنا زي ما احنا مكدونيا ترطني بيقول احنا ممكن نغير اسمنا علشان نخش اتحاد الاوروبي ونخش النيتو الروس بيضغطوا مش عايزينهم نخش النيتو انما فيه طيار قوي جدا ميال للدخول الى النيتو وللدخول الى الاتحاد الاوروبي طيب اليونان ايه اللي انديقها في اسم مكدونيا اللي انديقها الثقافة الحضارة ان الحضارة المكدونية والثقافة المكدونية والحضارة الاغريقية والفلسفة الاغريقية كل ده تراث اليونان فاليونان مش عايزة شركاء ولا ورثة لهذا التراث الحضاري والفكري والفلسفي والعقلي إلا اليونان فمحدش يسرق الإسكندر الأكبر لأن اليونان تعتبره يوناني ومحدش ياخد أسماء تتعلق بالثقافة والحضارة المكدونية الإغريقية القديمة عشان كده محتجين على إن البدء بيسمها مكدونيا الأمر التاني في إقليم شمال يونان اسمه مكدونيا ده أحد أقاليم اليونان فيزيب عندهم إقليم اسم مكدونيا جنب دولة اسمها مكدونيا وهم أصلا حضارة وثقافة وفلسفة مكدونيا كانت عند اليونانيين وبالتالي لابد يغيروا اسمهم تبقا لليونان البرلمان اجتمع قريب منتصف 2018 وقال خلاص نغير اسم مكدونيا ونعدل فيه شفايا عشان من زعلش اليونانيين وعلشان نخش تحضل أوروبا ونخش حلف شمال أطلسي اللي هو النيتو عرضوا خمس أسماء يتغيروا إليها حفظوا على كلمة مكدونيا لكن يضيفوا كلمة يميزوها عن إقليم مكدونيا في اليونان البعض قال مكدونيا الجديدة والبعض قال مكدونيا الشمالية والبعض قال مكدونيا العليا والبعض قال مكدونيا سكوبي نسبة إلى العاصمة سكوبي وفي نهر في مكدونيا طرح أن يكون فيه اسم متعالج بهذا النهر اسمه فردار فلك يبقى مكدونيا فردار يبقى خمس أسماء هيتغير اسمها المكدونيا فردار يا مكدونيا سكوبيه يا مكدونيا الجديدة يا مكدونيا الشمالية يا مكدونيا العليا دون الخمس أسماء اللي مطروحين لكن المعارضة في مكدونيا بتقول مش هنغير اسم البلد مش هبه اسم تابع لليونان ولابد يكون في استقلال وطني إنما في الواقع المنطقة دي منطقة صعبة جدا زو بايدن نائب الرئيس الأمريكي لما زار المنطقة من قبل قال فاكوسوفو أما تعبت هذه المنطقة من الصراعات العرقية اللي موجودة فيها عرقية إثنية مذهبية قومية طائفية كل أشكال الصراع الموجودة في البلقان المنطقة ما تعبتش من هذا الصراع لكن يبدو إنه التاريخ صعب جدا إلغاؤه وإن الصراع على ملكية الفكرة الحضارة والثقافة هو صراع حقيقي وجاد وإن موقف اليونان مش مجرد غلاسة على مقدونيا إنما صراع حقيقي من يمتلك جزء من تاريخ العقل الإنساني جزء رئيسي من تاريخ الفلسفة الإنسانية جزء رئيسي من تاريخ العقل البشري اليونان تحتاج على اسم مقدونيا ومقدونيا تطرح خمسة أسماء بديلة ناطحات النجوم زي مصطلح كده ناطحات السحاب في بقى ناطحات النجوم ناطحات السحاب إحنا عارفينها اللي هي في نيويورك من أيام إمبارستيت مركز التجارة العالمي العمارات المشهورة جداً اللي في منهاتن في نيويورك الأبراج العالية ديت وبعدين لقى ناطحة السحاب في ماليزيا بتروناس ثم بقى أعلى ناطحة في العالم اللي موجودة حالياً في دبي برج خليفة في دبي أعلى ناطحة سحاب في العالم ليه اسمها ناطحة سحاب لأنها بتنطح السحاب هي بتقارب السحاب يعني طول هذا البرج اللي هو برج خليفة يصل إلى كيلو تقريباً أكتر من 800 متر فانت في الدور الأخير تقريباً وصل إلى كيلو ارتفاع إيه بقى ناطحات النجوم ناطحات النجوم بقى لها تخلي ناطحات السحاب عمارات صغيرة ليه بقى لأن الشركة اليابانية لايزة تعمل أول ناطحة نجوم شوف حتى المصطلح أنت أول حاجة بتشوفها هي السحاب النجوم بايدة جداً طيب أنتوا عملتوا ناطحات سحاب الشركة اليابانية هنعمل ناطحات نجوم هيبقى السحاب أصلاً في نص العمارة يعني لو يبقى ساكن في نص العمارة السحاب هيمر من الشبابيك بتاعته أو هو هيبقى في قلب السحاب إنما الأدوار العليا هتبقى فوق السحاب تبص على السحاب من فوق هيبقى ارتفاع العمارة دي اللي هي ناطحة النجوم في توكيو ارتفاعها يكون 800 طابق 800 دور فتخيل بقى واحد ساكن في الدور 620 أو حد عزمك على عشا في الدور 800 آخر دور أو الدور 750 طبعاً تخيل بقى لو الكهرباء قطعت وأنت في الدور 750 ومعاك أسرة ولازم تنزل أو طلع بقى بالطرطة في عيد ميلاد اطلع بقى 750 دور من 800 دور في العمارة ارتفاع البرج ده اللي هو ناطحة النجوم ننسى بقى ناطحة السحاب نتكلم بقى بقى بحاجة خطيرة وأسطولية في المستقبل ناطحة النجوم ارتفاع قد بقى 4 كيلو 4 كيلو متر الارتفاع 4000 متر مسافة كبيرة جداً 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 هتتبني في قد إيه؟ 30 سنة يعني البرج ده ناطحة النجوم بتاع توكيو المفروضة تبني فيه 30 سنة طيب تكلفته قد إيه؟ أكتر من 900 مليار دولار تقريباً تريليون دولار رقم أسطوري ده أعلى رقم في التاريخ والجغرافية إن فيه تريليون دولار تريليون يعني مليون مليون فتخيل تريليون دولار تكلفة البرج ده اللي هو ناطحة النجوم اللي هي 800 طابق الفكرة بقى جاية منين؟ جاي من جبل فوجي جبل فوجي جبل شهير جداً في اليابان ليه مكانة مقدسة عندهم اعتقاد وجبل بركاني البركان كان بياثور ففيه اعتقاد لدى ديانة الشنتو اللي موجودة في اليابان هنكلم فيه ما بعد على الدين في اليابان إنما الديانة الرئيسية الشنتو اللي فات قديس للأرض والطراب والديانة البوزية عبادة الشنتو أو الديانة الشنتوية بتشوف إن هذا الجبل له قداسة فرونه معبد ويناس تطلع من المعبد ده تطوف ثلاث مرات وبعدين تطلع في ست ساعات لأعلى الجبل لأنه جبل مقدس عند اليابانين اللي هو جبل فوجي لكنه نصدر للسياح هو من أجمل الجبل في العالم اللي كتير جداً بيحب يزوره هذا المكان الساحر العمارة دي أو ناطحة النجوم متاخدة فكرتها من جبل فوجي وإزاي تتجاوز أصلاً جبل فوجي في الارتفاع بحيث أن السكنين في الأدوار العليا 700 أو الضور 800 يكونوا شايفين جبل فوجي من أعلى أسطورة في العمارة تفكر فيها اليابان بغض النظر عن اعتراضات هندسية على هذا الأمر إنما شوف الفكرة ناطحات النجوم بعد ناطحات السحاب حافظ الله الجيش حافظ الله مصر ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا